والمحامي والنشطة السياسية عبستار المسعودين ذكركم كل عادة بوسائل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك دي وانا فهموا تجمد خليوا كل التفاعلات والأراب والمقترحات خليوا تفاعلاتكم أسألتكم لضيوفي رأيكم في نقاشنا وكل ما قيل وما سيقال من قبل ضيوفي في الستوديو فقرة الكلمة لكم في آخر الحصة أكيد ننقلوا أصواتكم وأراءكم وخاصة أسألتكم اللي تراوى أنه من الممكن ومن الضروري طرحة على ضيوفي في هذا النقاش سيتواب دي وانا فهم بوانا ناتشان يوتيوب دي وانا فهم وباج فيسبوك دي وانا فهم اللي تقوا فيها البث الرقم اليابن الزميل عليل يحيوي نرجع لك من جديد عبستار المسعودي تفاعلا مع كلام القاضي عمر الوسلاتي اللي يقولك اليوم رئيس الجمهورية في مقاربته مش بالضرورة ستؤدي لإصلاح المنظومة القضائية رئيس الجمهورية صباحا مساءا ويوم الأحد وهو يهاجم القضاة ويصف القضاة بالفاسدين ويضع القضاة في سلة واحدة وهذا ما يخيف القضاة اليوم وأنه هناك مخطط ما للهيمنة على السلطة القضائية هذا الجسم اللي حسب رأي البعض هو يقاوم الآن دفاعا عن الديمقراطية دفاعا عن استقلالية القضاء اللي هي ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي أنتم اللي تدعموا في هذا التمشي وهذا القرار لإخذ رئيس الجمهورية ما تنجموش تكونوا تحتو في منح سك على بياض لرئيس مش واضح لرئيس لا يعتمد التشاركية اللي يحكى عليها عمر الوسلاتي هو أشوف من ناحية قلت الموقف على الهيئة والمحامين خاصة العميد المحامين لإخدام موقف معناها واضح من منذ البداية وأنه مش معناها الحق في خصوص تشبيه القضاة بالفسيدين الكل معناها في سلة واحدة هذا كل نجبوه حتى حد ما يقبلوه وحتى الكلمات يعاب على الرئيس أنه معناها يقول في معناها نعوت حتى بالنسبة للسليسيين قال لي أنا شخصين معناها ما نوفقوش في هذا وربما حتى أدين هذا مثل هذا معناها أنك تحط القضاة لكلهم في سلة واحدة نقولوا لي فهم مجموعة من القضاة ظاهرين واضحين معروفين بدل ملفات هؤلاء تقولهم فاسدين تقولهم مجرمين معاك بالقانون بالحق معناها هو كمواطن ما عندوش معناها فوق رأس وريشة كما يقال لكن خليني متجاوزانا توا بالنسبة للي أهم القرار اللي بشيخذوا المرسومة اللي بشيخذوا في خصوص الهيكل هذا في المجلس العالي القضاء العدلي المواقت نعتقد أنه بشيقع مفصل معناها المجالس المتاع المجلس السليداري ثم المالي على بعضه لأنه معناها وانا بدي حتى في تركيبك نقول تسيعة مرة قبيلك سيدا الرئيس معناها خمسة وربعين استحالة ملقة حتى تقعدوا في تاولة مش تقعدوا وتناقشوا كل واحد يقتل الثقائق تضرب عشر ساعات وما تقرش بنتيجه لكن البيه الفائدة اللي أكبر هو الجسم القضاء العدلي هذا هذا البيه الفائدة وأن في نهاية المطاف معناها القضاء العدلي هو اللي عنده معناها السلطة متاع إقامة العدل في هذا البلد وأنه معناها تنجم تقول أنه المجتمع ما ينجم ينهض بعدالة صحيحة وعدالة معناها الناجزة إلا بهذا الجسم الكبير اللي هو حتى في العدد نتاعه بالنسبة للقضاء اللي داري شي يعملون مئة وتسعين نقاضي تحط له أنت معناها نفس خمسة عشر نائب معناها في نفس الرتبة هو القضاء العدلي وإلا القضاء المالي كذلك اليوم تقريب يتعدوا على سبعين أو ثمانين معناها قاضي ومو مش قضاءة لكلهم لأنه فيهم معناها خبراء متاحة محاسبة لغير ذلك مش قانون جي كما نقول واحنا وتبقى معناها في مسل أعلى القضاء بخمسة واربعين في نقاش ربما حتى معناها ثم جدل معناها في قانوني قانوني في مسألة ما في خصوص معناها منظومة ما ما يلقاش روحه حتى في معناها هذا النقاش نعتقد أنه الرئيس تول الآن ننتظر وأنه خليني نقول أنصحوا أن يختياروا ربما في هذا الوحدة معناها المجلس المواقت حلقا تجيب لك شخصيات موجودة وازنة يعني بش تكمل ربما الجواء حتى معناه ليانو ينتهي المجلس هذا في أكتوبر حتى لتأيوف أكتوبر نوفمبر والانتخابات تبدأ أقبل يعني والانتخابات ما نصورش بش تكون ما نتصورش بش تكون تعاود نفس الألية بالنسبة الانتخابات لانا بش ننتجني نفس الأشخاص يعني أنت شوفنا وعشت الانتخابات أنا عند المحامين ما تعلو كان أخوان جي يعني أنا بقيت المحامين معناها هما الأخرين إذا صندوق يعطيها لك لا ما صندوق زادا ما يديمقراطية لا ديمقراطية شكلية إذا يشاركوا ستة لاف حسب الله وستة لاف على يعني أنت طوى من عشرة لاف محامين يجيوا يصوتوا لكم ستة لاف يخوضات محامين ستمائة ولا سبعمائة اللي يجيوا هما من لون الأزرق يعني أنت مشكلتك الأساسي أنه الانتخابات تعطي في لون أزرق ما تعتيك طوى تعاود تحل الصندوق في الانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية ما يعطيك أنا هما ماذا يعش وقتك إما تلقى آلية أخرى الناس هذوما أخويا قبل تأخذوا يتقدم الوحدة أولا أن عندك هيا معناها موجودة متاع المحامين تقول لك ليه حتى على الأقل أعطيني سيفي متاع الناس هذوما شنون يقدموا القضاء دي ثم ناس ناكي معناها النجم وقول عمره ما كان في البار النهار واسبعته يرفع تلفت نلقاه في المجلس الأعلى للقضاء حال بيروها أنت بشي فما قضاء تيمشي والبيرو للمحامي في بيرو وبشي يقولوا بالله نحب منصب فيه بوقع الفلانية وكيل دولة عام ولا وكيل عام مش معقولة معناها بش نصلح الآن هذي بداية بالنسبة لي أنا نقول بداية من يضمن؟ رئيس الجمهورية يحترم استقلالية القضاء لليوم تخل في إضراب في تحركات في حركة ممنعة المجلس الأعلى للقضاء في حال ذاته اللي تم الأعلان عن حله يقول لك أنا ما زلت قائم الذات عبستار المسعودي يقول دي سمعني يروا أنا طوى نقول إذا كانت يخذوا يزي موح تكون كان معروح كان معناها يكون هو يقول لك أنا كقضاء سلطة ما عندك ش حق تقرف جميع اللي تنجم تاخذ معناها الوسائل اللي تصورها في بالك أنت في تعطيل القضاء في تصريح في معناها تنجم معناها في الإطار بش تاخذ معناها مواقف معناها بش جابها مثل معناها هذه القرارات أما بش تقرفت لو أنت سلطة يمنعوا بالقانون وكان بش تقول لي حتى بالمعايير الدولية ما سمعتش أنت شوف في الأخير وقت لي في فرنسا كي معينه وزير عدل معناها في فترة منذ ثمانية عشر هو النجم نقول كان الشخصية هذية في فرنسا من أكبر شخصيات معناها اللي عنده معناها خلافات كبيرة مع القضاة لأنه محامي لا بخلاف محامي معناها كان كما تقول أنت في في علاقته معهم علاقة متوترة في كل جلسة يكون معناها ما تفعش جلسة عادية وحاينه لكن وقل عينه وقل السياسات من فرنسا ما قامش بإضراب مشال الوزير العدل ثم رئيس الدولة ثم 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 التجائك في نهاية المطاف قبله لكن بحدود معينة ومعناها ما تدخليش في معناها المنظومة في القضاء في تسيير الدولي معناها معناها القضاء في تعينات في في النقلة في التأديب وحسب ما هو موجود معناها في إضراب القضاء وتحركاتهم موقف جمعية القضاء جمعية قضاء شبان وين صنفهم لا شبان ما عندهاش يتيم تعال بحيري هذي كواحد بركة موجودة نحكي على الجمعية اللي هي قديمة وعندها تاريخها تاريخ الجمعية عد قد أنا كانت جمعية لحدود الفين وخمسة ثم أنه بعد رجعت كانت الجمعية هي بيدا الآن أصبحت بلون آخر والنجم نقول أنها معناها هي تتستر عن مجموعة الفساد هذوما الفيسدين هذوما في تدخل المنظومة القضائية واللي هذت هي الإشكال الكبير باش يتترح ويقع حل المجلس على القضاء هي كانت السبب الرئيسي لأنه شوفوا وأنتم أرجع حتى للتصريح وحتى معناها الشخصيات اللي كانت موجودة قرافي والمجموعة الأخرى حتى كيخرجوا في الإعلام عندهم إشكال كبير كيفاش يتحال سي العكرمي بشير العكرمي كيفاش يتحال معناها على المجلس التقديم كيفاش يتحال من أجل معناها على القضاء وفتح تحقيق فيه وخليه على شيره بسي طيب رشد وأنهم معناها يقول لي خاش بيانات محاسب طيب رشد فقط ذات طيب رشد وهذا فاسد وهذا كذي واعتباره أجر ما في حق القضاء ويجب محاكمته ويجب مواجب والاخر الأكثرية اللي يعمل إجرام ستة لف قضية يقول دي روس تدخل البيل ودخلت الوقت فيه معناها أحفظ والأحيل عنده طاولة على اللي صار تقريب فيها قدس متاع محاضر ستة لف محاضر تقاوهم بعد تفاقدية هذا موجود ستة لف محاضر متاع الرهابي بشي أسبال لا بخلاف خليني من من القضايا معناها الكي كان قاضي التحقيق شو تسطر على معناها على الارهابيين وتسطر معناها وقام بتدليس مادي وقام بتدليس معنوي وعمل فيه اللي يحبه هو الملف متاع الشهيدة شكري بالعيد خلايا تسعسين للآن ما ترنح معناها في 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 المحكمة وتحق الملف هذا مشاهل لريانا وريانا شفتوا البارح في شمس أفهم كيفاش قال لكم أنا سيد بش نعمل هكا تاكتيك وبش نعمل استراتيجية بش نخرج الملف قعد ستة شهر وخرج ومعمل فيه حد شي والبارح الدخل قال لا مشيان هراني نقلوني نقلتني المجلس الأعلى القضاء ربو عوضي ناكبحو من ذنب معناها انتي عندك ملف تخلت ستة شهر بش تقراها وبش تعمل فيه ليه جراءات واستقراءات معملت فيه حد شي ثم تقول راو مش أنا راو نقلو ذا ثاني كيف كيف قال أنا راني بش نمنظر ننظر في هذا الملف وفيه اخر المتاعف ستة شهر بعد مرسل على القضاء معناها نقلو شو معناها بمعنى ان هذا المجلس تستر ويتستر ويريد حتى معناها بش يطول معناها المشوار متاعه في معناها في الإشراف على على القضاء معناها المؤسر تاع القضاء هل تت شهور ما زالوا له ربع شهور هربع شهور سمحني تيوا عملت خمسة قتل كان خمسة سين ونص حتى ينجيشوا اللي ينجيز دي عنده بار المرسدس اللي قلت لك عليها كبيرك ما عندو حتى ينجيز ما عندوش حتى ينجيز ولهذا شوف لو نجمه كما قلت معناها معناها أفرواء وبدون تشنج وتقعد العائلة القضائية معناها القضاء السيدة قضاء المحترمين موجودين نعرفون المحترمين ومحامين كيف كيف هي قاعدوا يتحاور وتنقوا مخارج قوا بحل واحنا هذا النظال اللي عملناها تقريب من سبعين وانتي ماشي ما وش بش يمشي سبعين لا لا خطر رئيس الدولة بشيخذ القرار في خصوص مرسوم معناها مجلس وقتي معناها العدل حتى حد من يسمح له قضاء معناها بشي يردوا مجلس قضاء معناها رئاسي مستحيل انا لا لا ولا قطاع اما بش نقول انا بش نصلح يجب معناها بكل هدوء ويكون معناها ببرود الدم عندكم هنات كبيرة موجودة وما تنجمش تغطيها لانا الرأي العام عرفه وما عادش نجم يسمعك شوف بالله العظيم نعطيك حاجة عندي قضيات في هذي ماذي خليك من القضايا الكبار هذوم قضية مالية معناها هزت مش رأي ما اكثر من هذي متاع الوحدة الليبية احنا شركة تونسية مشات للتعاقدة مع شركة الليبية الاماس هذي اسمها وكان معناها مع شحن كمية متاعها معناها بترول في 2011 واعتمادات اعتماد مستندي من بنك الليبي الخارجي هذي من 11 افريل 2011 الشرارة الليبية هذي هذي اللي كماندات كمية متاع البنزين هذي وصلت لها كمية لولا خلص 53 مليار وصلت لها كمية ثانية جات الحرب جات الانقلاب معناها في خصوص في ليبيا وتتبدلت الاوضاع اذا غير ذلك ففي ما عادش نخلص وعطاوه معناها للأوردر بالنسبة للبنك اللي هو البنك المعتمنا فتوح لدي الاعتماد البنك العربي التركي إذي قالوا لوراو المجلس العسكري اللي قال معناها المدير العام بتاع المصرف الليبي الخارجي قالوا نطلب تجميد المبلغ على اساس وأن البنزين المذكور استعمله الجذافي معناها التنجوات وغير ذلك شوف بمبلغ هذا اللي هو مئة وثمانية ثمانية آلاف وسبعمائة ألف دولار قمنا بقضية لدى القضاءة تنسي على اساس المجلة مجلة القانون الدولي الخاص وقضية استعجلية إذلتنا بإجراء عقلها تحفظية على الأموال الموجودة في البنك الليبي تم ابتدائي واستناف تحكم مشينا الابتدائي قضية محكمة تجارية هاو الحكم قداش كبروا تحكم الفايدتنا على اساس أنه هذا حق شركة تنسية مقيمة كذلك ستراه ونزاع جاء في خصوصها اللي هي مختصة من ناحية القانونية الإجرائية لا شوف هاو بشي جيك بيجاز هذا يقع استنافه تدخل معناها أطراف من القضاء في محكمة الاستناف يتم نقذ هذا الحكم والحكم هذا عقبناه من دائرة من أحسن الدوارة التعقيبية الموجودة ينقذ هذا الحكم يرجع محكمة الاستناف يرجع محكمة الاستناف نهات يوم الجلسة في عادة نشر تخلنا القاع نلقاه كل معناها الوحدة الليبية موجودة من من الجوفرنير البنكسنترال من وزراء من قاعة كاملة معابب الليبية ثم انه تدخلوا من ناحية السياسية وقتها يوصف الشهد وكان معناها السيد الغازي الجريبي كان وزير عدل اتصلت بيه فما خروقات كبيرة في هذا الملف وفما تدخلات سياسية موجودة في هذا الملف وغير ذلك رئيس دول محكمة الاستناف كذلك تصلنا بيه وقلنا له كذلك قينا في نهاية مطاف وانه بالبحث وانه فما بعض القضاة من محكمة الاستناف كانوا متواطئين معاه وحتى عندي فيديو موجود وهذا سميناه في شكاية جالس في مطعم المطاعم مع الليبية ذو ما اللي احنا في نقاش معاه موجود غادي واستقال وقمنا بشكاية والتفاقودية بحثت في هذا الموضوع وعطيناها جميع الموايدات يمشي للتعقيب ستايب راشد هذا يمشي التعقيب يكون عنا في دائرة من احسن الدوائر الموجودة باش نرافعوا تفاجئوا الصباح نقاوه في دائرة اخرى عركة من ناحية الاجرائية هذا يستقيم ما يستقيمش الحكم هذا لا كملت ينقذ الحكم هذا اللي هو الفايدتنا في تاتي الشركة اللي معناها تقريب كانت عنده ميتين وواش خدام مشاوه سبه للاد خرجوا معناه في الشارع انه سيد هذا فلس وانه رئيس المحكمة هذا معناه ستايب راشد ثبت مبعد بالبحاث انه اخذها رشوة من المصرف اللي اللي تابعينه اللي وراه شكاية هذي اثبت انه معناها كانت فيما تجاوزات كبيرة ثم منهم حتى القاضي في الاستناف معناه ما في الديعال عمومي معناها استقال خرج يجري وتولانا تخلى المحامات ويليته ما تخلى المحامات وبالتالي نلقاوه مش قضايا روتا يعني هذا غايد من فايد مش تاع جناحي بركة متاع بالغايد ومتاع البرامي لا عندك شركات متاع ما معناها في تونس معناها فلسط من جراء هذا القضاء الفاسد القضاء متاعه تخلق معاه في زمن البحيري وبالتالي نعني ومنه ما نغطي وش اللهين معناه الشمس بالغربال كما يقال يا ناس يا سادة قضاة محترمين مجلين على روسنا واحنا نحترموه من اصلنا وانا من اصل عائلة قضائية يا اخي اسمعني الفاسد فاسد تخرجوا ما حاشنيش انتي بش انتي تغطي عليه وتلقى يروحك انتي الان اماما رئيس دولة يحب ياخد مرسومة تقولوا الاتهامات اللي اذكرت في علاقة بطايب راشد تلزمك ولا تلزمنا في شيء لا لا عندك وائدات انا الوايدات انا الوايدات انا كيف لقضاة يقرون بانه فما فساد في القضاء فما خلل في المنظومة القضائية اليوم جيت الفرصة لاصلاح القضاء لتدفع به نحو مقاربة جديدة نحو مقاربة من شأنها وانها تقطع مع منظومة وصلة القضاء للوضع على البئس هذي اليوم تدخل في اضراب وفي تحركات وفي ممانعة وكأنها تعكس حركة سياسية ما لا تصب الا في خانة اعداء اصلاح القضاء وتطهير القضاء كما يدعو لذلك رئيس الجمهورية قيسعين شوف انا حبيت نرجع لفكرة مركزية ترحس يا ابسطار المسألة انه ناخذ امثلة صحيح فما امثلة وثما حتى اكثر من امثلة فما ناس تتوقف وما ناس تزدر فيها بطاقة داع وثما ديجان يمشيوا على خاطر سيجار وغيره وغيره فما حتى بربي سي عمر في هذا الهتار نحب نسمعك التسجيل التالي اللي هو لسيد انس حمدي رئيس جمعية القضاء التوليسيين انا كنت حذرت من العدالة المزدوجة العدالة التي تطبق على الفقراء وعلى المواطنين العاديين والعدالة الاخرى التي تطبق على الناس المتنفذين اللي في اغلب الحالات لا تقول الى تحقيق نتائج عملية ولا تؤدي الى محاسبة كل من يظلع في اقتراف تلك الحال واحنا فيها الان سي انس احنا في جانب منها موجودين في هذا يعني فما ناس فوق القانون وفما ناس يطبق عليهم القانون شوف سي محمد هل هذا ينسى حب على بعض النقابات الامنية وبعض النقابين الامنين وقل نلقاوا بطاقات قضائية لا تنفذ وقل نلقاوا استدعاءات لا تبلغ وقل المحكمة تخرج استدعاءات متع اطراف موجودين في اماكن متعدة من تراب الجمهورية ثم ترجع من عمدة في جهة واحدة بانه غير معروف بالمكان وإلا يمضي عليها العمدة في حين انه مقارات السكن متاحهم معلومة لدى الجهات الامنية نقول انه هناك جانب من صحة في هذا الكلام كان هذا التصريح لانس الحمدي رئيس جمعية القضاة التونسيين منذ سنوات في برنامج هنا تونس ونذكر جيدا الجدل اللي صار بعد هذا التصريح انا ذاك في وقت سابق معانا سيا انس وشاهد شاهد من اهل يا عمر الوسلاتي ليه هو شوف شاهد شاهد من اهل نحن الكلام ماذا نقول فيه ولا نقول فيه قضاء للفقراء وقضاء الاغنياء فمش عادلة في تونس معناس فمكذبة كبيرة اسمها استقلالية القضاء لا لا شو شوف حكيت روحنا هذه المبادئ استقلالية القضاء والنازهة القضاء وامانة القضاء واستقلالية المحامات هذه كل عناوين هي عناوين جذابة يعني الحقيقة وباهية لكن هل صار الاشتغال عليها ولا ما صارش ما هي ادوات تحقيق النازهة هي النازهة معطى فردي اذا كان نحب ونمشيه بالمعطى الفردي بش نلقاهه يعني انتي والعبد يعني عبد عنده معناها الطرب يمتعه ولا المراكمه متعه ولا يكون نظيف يعني مش مثالة هي مسالت النازهة والحياد والاستقلالية هي مسالة يلزم تدعمها اليات يعني الاليات في غياب الاليات اللي هي شنين الاليات اللي هي غايبة هي الاليات المسائلة الاليات المسائلة لانه اليوم هل ان الى thể 행 اليات المسائلة ناجعة لو كانت الى thể المسائلة داخل المنظومة القضائية ناجعة من القوش هذي لو كانا تألي تطبيق أنه ثم نظام تقييم حقيقي للمستوى والكفاءة والتكوين ولتكوين القضاءات قبل تسميتهم مش نقاشروا إحنا لهنا لو كانت هناك آلية أخرى لتسميت الوظائف القضائية وإسنادها ما كناش لهنا دوك فبالتالي اليوم أنه إحنا نجم ونطيحوها البنية اللي هي نديما نسميها ماكينة ثقيلة هي نطيحوها لخطر إحنا شوف مثل ماش تونسي متألمش نهارتلي تم اغتيال شهيد شكري بالعيد ولل إبراهمي أنا صدقني أنا نتذكر نهارتها أنا أصلا مش عارف قعدت أكثر من ساعتين ندور مش عارف وين نمشي أنا مش عارف وين نمشي أصدر رئيس أقولك سير إلا البشير العكري ما يقولك عليه شوف نعطيك حاجة ما خرجتش عمرة ما خرجت وأنا أحتفظ بها رئيس الوكيل الجمهورية هو في الصبحية لمشينا له تقريب كنا ثلة من المحامين وعين ننسي البشير العكرمي شكيوة دقس شكيوة عندك فكرة لي سيشكيوة ما عينش معناها الجثة متاع السيد مشيه من التحقيق غريانة لا لا ما اقتهزوه الشي اسمه المستشفى العسكري رئيس الجمهورية سيشكيوة هو اللي يمشيها وقف الباب حتى أحد ما يقتصورة مشيشوه معناها صورة معناها شهيد وقتها كانت نجم كان معناها من المفروض حكم التحقيق المتعاد بهذا الملف سي البشير العكرمي هو اللي كان من المفروض أنه يحمي معناها حرمة معناها جسد وتاريخ ومعناها شخصية شخصية معناها وطنية وهذا خليني محامي واي لغير ذلك أي جسد معناها بش نقول لك معناها في خصوص ما تفضلت به شفت الكفاءة اشتعتي وشفت النازاهة اشتعتي وشفت الحياد اشتعتي من وقتها فهمنا اللي الموضوع معناها فيه حتى قبل عبسطار يعني فكرة النازاهة والاستقلالية والحياد رو حتى قبل المسائل امتال اغتيالات يعني يعني الناس الناس تشعر اللي ما تماش عدالة يعني مش حتى ننظن حتى قبل حتى قبل الثورة يعني يعني فكرة المنظومة هذه لا تنتج الا الاعدالة يعني لأسباب كثيرة وكنت وكنت جيت عليها أنا وبيّنتها لأن اليوم معناها حتى في حتى في الاختيارات يعني اليوم أنا نقول أنا كتونسي اليوم القاضي يجبنا نختروه من معناها انتلكتويل ويجبنا يكون فهمنا سينيوغ ويجبنا معناها سيد الجامعين في القانون ومع أنه يكون يكون محامي يقدم معناها يكون محامي معروف بصمعته يكون قاذي يعني الحقيقة يعني أنا حبيت النقاش الحقيقي حول مستقبل القضاء يدو هو طبعا في الحالة هذه توف الظرف الراهن أنا مش نرجع لا مش نرجع نحولها نناقش وإحنا نقشنا في الثورة وناس ماكلا بعضها وكرتوش وأشوف أنا نظن ما يلزمش يتمناع النقاش العام اليوم يتمناع النقاش على أساس أنه اليوم كن ناقش أي رؤية لإصلاح القضاء نصبح مشيطا أو كذا أو ربما اليوم أنا كنقول رئيس الجمهورية راهو آليات الأصلاح رأي مش كما هكي كان ولي أنا ضد رئيس الجمهورية ضد خيار الإصلاح يعني الحقيقة نلقى وروحنا يعني يعني وهذا يؤدي إلى التردد ويؤدي إلى أننا ممشوش رؤية صحيحة يعني أنا الحقيقة لو كان نسمحوا بنقاش حقيقي نقاش فعال إحنا ندركوا آآ المحامين والقضاة اللي هما يشتغلوا في المنظومة القضائية نعرفوا نعرفوا ما كامن الأخطاء وما كامن الهينات نعرفوها ونعرفوا الأمراض وين وشخصناها طيب شو المطلوب حاليا حاليا المطلوب هو صراع هو صراع حول أدوات الأصلاح ولا أننا نحن هنا مع الأصلاح أوكي داكو لكن أنه يكون خيار وحادي وأنه يكون خيار يعني ما نسمعكش إيه نسمعوا على الأقل الناس اللي هي تبني في المنظومة أنك تسمعني مش مشكلة أسمعني وأعمل خيارك المهم أني أنا على الأقل سهمت كما نحن سهمنا وخرجنا في الثورة وكما خرجنا ودافعنا وكما خرجنا معنى علش أحنا المنظمين اللي هي واللي مليطان يشعروا بالخيبة اليوم يقع يعني المنظمات المجتمع وجمعيات اللي هي مناظلة نظال حقيقي حتى الدستور اللي هي تفك في أجزاء منه تفكوا المجتمع المدني وما حابش يخليك المسودة الأولانية كانت تذكر اللي خرجنا عليها للشارع ولي خرجنا وضربنا في شارع بورقيبة وخرجنا على المشاريع وخرجنا على المرأة المكملة يعني الحقيقة روعة بسطار ثم 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 مراكمة حقيقية لمجتمع حقيقي حي هذي الحقيقة قاعد يتذرب عبسطار المجتمع الحي الحقيقي اللي هو يكون سند لإصلاح لحقيقة توا يعني وقع إبعاده تشعر بخيبة أمال عمور الوسلاكين أنا والله يكشوف أنا أنا نتذكر في كلامك وحتى في كتاباتك فما وجيعة كبيرة وجيعة ولا أنا نقول لك حاجة أنا في 25 جويل في 26 جويل أنا قدام برلماء كما خرجت أنا كنت نحكي وقت تقتل شكري كأني أنا أنا تضربت بكرتوشة كل توسي تضرب بكرتوشة لأن وليت نشعر اللي أنا اليوم ما عايش عندي أمان على روحي ما عايش ولدي غدوة أنا غدوة خمم في بنتي غدوة ولدي ما عندوش أمان على روح وإيه حاجة يتقتل في قدام داره ومنالقاوش لقتله يعني حاجة حاجة لا تصدق تلقى أنت يتسطر لبعض منهم ويخرج لكم بعض واحد ممثل من نيابة يقول لك رأوا أنا بالنسب اللي أنا انتهى الموضوع هذا أنا نحكي سمحني سمحني يقول لك الموضوع هذا تحسم والقينة لا لا يحسم لا يحسم مساعد تيودي خرجهم بعد عزوه بشخص ووزروه مزير داقي لي أنا نظن عم ستار كشف الحقيقة هي قضية وطنية ومش قضية رفاق شكري وإلا قضية حزب وهي قضية وطنية بالأساس تخص كل توسي حر هذه قضية لا محيدة عنها إذا نحب نبنيه الديمقراطية حقية كشف الحقيقة هو رافع من رافعاتها رافع من رافعاتها خاطر ما غير كشف الحقيقة هناك إفلات من العيقاب نبنيه على الغش هي الآلية شنية سيعمرون لما تواهي دا كل تمنيات تسعة سنين ورحن ندور في نفس المورب تصورك انتي سمحني لو عندنا حاجة معقولة تواسيتك معناها رئيس ومتمسك بالإجراءات وبالقانون ومنخيرة معانا خلينا نقول ونعودها للناس من غير يا رسول الله تلقى معناها في الإجراءات اللي موجودة عندك معناها في هذا الملف يتمطط ويتحط على سعر وتحط على يمين ويمشي معناها في استجلاب ملف يمشي هربنا من تحت القطر يجينا نشوف المزار وقاعدين بأي آلية نحب نفهم أنا أنا تشخيصك اللي تقول فيه الآلية حاتيني آلية هني نسمعك أنا أي جنقلك انتي تواه تشخص انتي تحب تحل منظومة قضائية وتحب تفككها من تلاقا من ملفات مش مجلس هراو خليني يقول وغير لا 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 أنا المجلس مع عبقى هذا المجلس هذا مكسب المجلس كهيكل كهيكل معك أما في داخل هذا المجلس الأعظاء في هذا المجلس هذا ما اللي يزمهم يخرجوا سباره ويخرجوا الهيكل هذه حتى حد ما يقبل أنا ما نقبلوش قط لي تشعر بمرارة قط لي تشعر بمرارة شوف عبساتار أنا متفق معك في تشخيص كلناس كل المتفقين في التشخيص ولا حد خالف التشخيص ذا أنه المجلس ما قامش بدوره فيه مشكل حتى حد يعني وقلناه مقبيلة ونعاودوهم به طيب فما مشكل في ملف الشهيد ولم يقع العمل بشكل المطلوب ولا تستره لأن تحب تسميه تسميه اي طيب سيدي احنا عنا هذي ايش نعملو نختاروا رؤية فردية نقروا أن نصلحوا القضاء وحدنا برؤيتنا الخاصة عليه احنا ماناش موجودين انتمو مك مش موجودين مجتمع مدني مش موجود مناظلين مش موجودين جمعيات مش موجودين الناس كنا رجعوا لتقرير القليب يشنية هذي مش مدخل للأصلاح القوانين مش مدخل للأصلاح هي هل أنه هل أنه ثم الآن تفكير في أنه هذه القوانين هي التي تفكك روانا نقول لك حجرة استهداف الأفراد داخل المنظومة وإبعادهم ولا محاسبتهم ولا سجنهم ولا حتى تشريدهم لن يحل مرفق العدالة ولن تصبح هناك عدالة التفكير يسير بالمحاسبة والتصدي لآلية الإفلات من العقاب النقطة الثانية هو بتفكيك المنظومة من خلال قوانين تقدمية قوانين تبنى عليها منظومة جديدة المنظومة الجديدة هي تكون يبنيها يبنيها الناس اللي دافوا على نظفتها ونزهتها وحيادها وآمانتها الناس هذين موجودين إذن مناش خايف أنت عمر الوسلاتي مناش خايف كقاضي اليوم شو ولي خليك في حالة شوف قلق ولو أنه رئيس محبش العقاب أنا وضع هنا في مرة لا شوف أنا أنا نتذكر سألت أنا في 26 جولي قالوا لي في إذاعة من الأردن قالوا لي أنت تدعم شو الضمانة أنه الرئيس منا ينحرف بالإجراءات ولي قتلهم الضمانة اللي في 2013 بعد اغتيال الشهيد خرجت الناس للشارع وأسقطت حكوم الخيارات أنه في 2011 وقت يتغاء ظلم خرج الناس للشارع أنا اليوم الشعب هذين المجتمع الحي والمجتمع وقواه الفعلة ومناظليه ومناظلاتها راهي ما تسلمش في تونس وحتى كان ثم انحراف بالسلطة راهو حتى الرئيس بيده وراهو يعرف اللي الشعب هذين شعب راهو حي وراهو قواه حية وراهو بشي تصده له راهو بشي تصده له راهو هذي أنا قلتها أكثر من قل راهو ما يلزمش الإنسان يتغري كل يوم عندي السلطة والناس تدعم فيها راني اليوم نعمل لنحب راه كسيح تعمل لتحب راهو ثم نقطة ثم ساعة السفر راهي الناس تخرش راهي ثم ساعة السفر الناس تتمس في المبادئ اللي احنا نناظلوا عليها واليوم يعرف عب سطار قديش نظلنا من أجل القضاء المستقل والنازية والحياة وإذا كان الناس نقاوه يعني غدوة نلقى الناس اللي تحكي لها ما انت ما يتسألوش وغدوة نلقى نفس الملفات وغدوة نلقى نفس التسمية هذا جور الخلاف هو هذا يعني غدوة غدوة يعني إذا غدوة أنا نرجع نلقى نفس الحكاية كأنك يا أبو زيد مغازي فبالتالي اليوم شوف أنا وهذا قلته ونعاوده ونعاوده ونقوله في مسألة إصلاح القضاء يجب تلتقي القوى الحية اللي فيه محامات قضاء اللي هما مدافعين حقيقيين في المحاكم تلقاهم موجودين في المحاكم ونوزهاء ويشهدون لهم الناس بالحياة انتاحهم أنا نقض وراء طاولة وأنا نخرج بمسار للإصلاح لأن الإصلاح ليس في تغييرها أجديدة لا الإصلاح هو مصار يمتد على مدى ثلاثة أربع سنين لأنه كان مش ننقح القوانين وكان مش نعملو أنسبكسيون جنرال وكان مش نعملو كذا راهو مصار مصار إصلاح المنظوم القضائية نأكد لك بعد أربع خمسة سنين باش يشعر المواتم كيمشي للمحكم وقدام قاضي يقول أنا باش ناخو حقي والمحامي كي يخف قدام قاضي ميقولش اليوم يجبت ملفه ويقول لك أنا رو ثم تدخلت في ملف وروج معا مصورهم فيديو يعني الحقيقة هذا هي هذا هو المنطلق للإصلاح خطير برشل كان يحكي فيه عبستر المسعور لا لا هو مش كان عندي فيديوه نجنع أعطيه لك لا مش حتى الفيديو الموجوده للملفات يعني حتى ماذي ملفهم تشارك هذا ملف مدني تجاري ثم حتى أنت الجزائي اليوم واليوم البطاقات الإداع واليوم الإيقافات واليوم عنها تلقى نص الموقوع تلقى النص اللي في السجن موقوفي شمعنتها بطاقة إداع وشمعنتها يعني مثل مايش زمانات الحرية وغيره يعني لو ثم منظومة كاملة يجب أنها تتبدل يعني اليوم أنا ما ننظرش إلى ملف المنظومة القذائية شخصناها قلنا راهي منظومة قذائية عاجزة عن تحقيق العدالة هذا العاجز يجب تفكيكه وتفكيكه من الداخل عن طريق القوانين وعن طريق رؤية مشتركة للإصلاح إصلاح الفردي راوي أدي بنا إلى مربع وحي ما ترشف أنه الإصلاح يجب أن يبدأ بالتدقيق في ثروات القوضات هي سهلية خلي هدم مالة هذية متاع الفساد لفئة من القوضات تحسن نهائيا أنتي تو سمحني تو أنت القوضات سهل تتحطه أنتي كاريير وقدش يخو شهريت وتحسب له شي نجم يعمل شي نجم يعمل يعني بانك سندخال تمشيله للإتيرام تياه وعنده شي أملاك عنده شي خلنا لا أنا وأنا وأدعو من هنا أدعو إلى التدقيق في كل ورغم أنه هو مجبور أنه عنه تتصريح بالمكاسب ما هو اللي يصرح كي يصرح بالمكاسب مش صحيحة ما هو يتحسب خلنا نجبدو إحنا ما هو الناس كل صرحت بالمكاسب متاح القوضات خلنا يخذوا عنا ملفات موجودين بتتصريح بالمكاسب ونشوفه ونقارنه أنا على الأقل نخرجوا يعني الحقيقة نخرجوا يعني شريحة واسعة من القوضات قبر الوسيتي هذا مثال قدم رئيس الجمهورية أنا أمثل هذية والقاضي المعني بهذا مش كان هذية مش نتحفظ على اسم لا لا سمحني أنت تقول أنت قاضي وعنده دار بخمستاشين وليدارات الأخرين كان مستشار سابق في رئيس الحكوم لا لا شوف أنت شوف أنت في وظائف أخرين اللي في دواوين وإيه سمحني هل أنه القاضي برك عمل دار بخمستاشين مليار خمستاشين مليون هيا ولا بشو يعني خمستاشين مليون بخمستاشين مليون بقيدة اللي بحاله قيده بخمستاشين مليون دار تسوى ثلاثمائة لأبعمائة مليون بقيدة بخمستاشين مليون كل مليار لا لا ما هو تو هاتي أغلب الشعب التونسي قيد في الكيمشي يشري عقار باش ميخلصش معالي من التزيل هو برعة مئة مليون يقيده بمئة مليون تهي كل نوع من التهرب الضريبي أما هل أنه الشخص داي قادر يخو عقارة دايش واش عنا فيه لاش بقيده ولا ما قيدوش خاطر أخي قيده بشهر من معلي لكن هل أنه القاضي هيدا عنده منين لي يعني سهل أنه اليوم ألفين قاضي عنا نحن ألفين قاضي معروفين وملفاتهم موجودة في التفاقدية رقم بتاقة طريف متاحهم موجودة الشي ملكو شما يملكو شش ورثو شما يوجود الدورة قادرة تعرفهم في 24 ساعة أنا أدعو رئيس الجمهورية أنه الناس اللي يقول عليهم مش لازم خطابك يا بعد التفاقدية اللي يستفهم خلي يقودوا نراها مانا غدوة أنا نتمنى غدوة أنه التفاقدية تعايت لهم ونسمع أنه تعمل كومينيكي دو بخاس نزيرة وتقول اليوم رأنا حلنا بحث في عشر قضاء قال لهم رئيس جمهورية وخلي تمشي لونكيت وخلي عزلهم وخلي نرتاحهم يعني بالحق يعني الحقيقة أنه معناها من قدوش إحنا كل يوم إيت أو الناس ولا تتشك أصلا أنه هما القضاء بكل عندهم مليارات هي وشو معناها ثموا قوضات ما عندهم ش ثموا قوضات تتحل حساباتهم تلقاها كاريرو كامل فروج لا يا اسمع أنا ساعة كنتفكر نظهر كانوا نقول فروج ويدخلتنا الوظيفة ومحمد وواحد مش بش يقول مثلا مش نهار قلت لقيت الكونت بتاعي كريديتور مش معناها وواحد بش يقول ولا يشوف ثم غالبية شريحة واسعة من القوضات وإنا نعرفهم وانا خدمت معهم يعني الحقيقة يعني صحيح تقول لي تنجم تحكي على الكفاءة تحكي على تكويل حمر الوسيتي كي تسمع خطاب رئيس الجمهورية وبعد تمشي البانكة تعمل كشف حساب شو تحسي لا هو أنا أظن رئيس الجمهورية يقصد في ناس معينة ومعروفين يعني يعني على حق اللي يحكي فيه رئيس الجمهورية في علاقة ببعض الأشخاص في القضاء لا لا هو شوف روه موجود روه الفساد موجود في كل قطاع في القضاء ثم ثم ناس متقاوية وثم ناس استنفعت واستثرت من القضاء استكرشت لا استنفعت من القضاء لأنه ما تماش أليات المسائلة كنت نحكي قبيلة على أليات المسائلة أليات التدقيق أليات التقييم يعني هذا يوم المفروض أن القاضي عنده شيء من النبل وهذا يا روه وحتى إحنا إذا كان نحبه نعمل منظومة قضائية ولا أنا ساعات نقول بيني وبين روحي ما نحتجوش 3000 قاضي و5000 قاضي ثم بعض يقترح وأنا نقترح 1000 قاضي ويكونوا معهم دي زاستان دي جوج وثم واليوم عنا محمد اليوم تعرفش عنا عنا جامعات متى درواء اليوم كيفاش اليوم مع الناش لسليل دي غوشيخش في المحاكم اليوم كيفاش اليوم المحاكم ما تخرش لحصائيات متى الجرائم باش نعملوا سياسة الجزائية متانا راهو ثم ثم شانتير أو ثم خدمة اليوم مركز دي راسيش كيفاش النجم نطوروا تشريعاتنا وكيفاش اليوم تشريع وقفت كيف لا والكتب بخ يجيوا للمحاكم مش كون يقرأ فيهم يعني ما صاريف كبرى تصرف اليوم التكوين هل هو تكوين موجه باش اليوم أنا العام الجاي نحب نعين رئيس دير التجارية باش ما تصيرش أخطاء يتكون قبل ما يتعين ويزم اليوم القاضي اللي كان يخدم في الجناح يبقى تشمشي المدني يزم ويتكون يعني راهو عب ستار راهو ثم ما يجمشي النيابة يمشي للتحقيق مش معقول أنه يخدم في الاتهام يوم بعد يولي يعني راهو واليوم المسؤوليات حتى في الابتداء يتكون مسؤوليات كبرى يكون دي سينيوغ يكون دي ماجيستخاء ونتو غوازية مقراد راهو شوف محمد لو الكلام نقول فيه راهو برشة يقولوا فيه ولكن المدخل ما هو المدخل المداخل هو يلزمنا نعمل وما صار مبعضنا احنا شورى كافي اقامة العدل محامات كتبت محامين عدول خبراء مجتمع مدني احزاب سياسية مناظلين مناظلات نقعد وخويا احنا نحب انا نحكي على روحي انا كقاضي انا نو كان نخمم انا بني وبنروحي توا انا ما نظنش اللي عندي ثقة انه ولدي غدوة بشيخه حقه انا هني قاضي غدوة ولدي نجم يكون مش قاضي ولا بنتي يعني غدوة نجم ولدي تظلم انا انا على الاقل واحد مدامو مازال في هالمنظومة ذي نحاول جميعنا بيادي الصادقين ان نفكك هذه المنظومة عن طريق القوانين مش عن طريق الهد ان تكون هناك رؤية مشتركة مش عن طريق الرأي الاحادي الرأي المنفرد انا كنت نتصور رأي وقتلي هو الرئيس وانا منش لاني بش نقعد نتكلم باسم ولا ندافع لي ولا التمثل عذر وقتي صارت الاشكالية وقتي خرج دقيب عنده شهرين التالية كنت انا نتوقع بينه بنفسي حتى كنت مع العميد معناها يا عميد دعم المبادرة انا شخصيا انا مشيت له بالذمة قال لي المبادرة قلت يهود يشوف الجامعية على الاقل طيح شوية من الحدة متاع تناج كانش صار اجتماع ما بين الجامعية والهيئة المحامين والقينة معناها دونطان مداخل مع بعضنا ما وصلنيش لهذا هلو مشاهله رئيس المدام يقبل في العميد المرة معناها في كل مرة مرتين والثلاثة هلو يقول له خلينا مهلة معينة مشارر ولا شارين يخوية تنلقاه حل في هذو ما في المخرج نعم ومسار اما انت كنت تخرج انت قاعد ويخرج لك حكم من المحكمة اليدارية اللي جلسوا فيه جماعة معناها معوج وشكليته ومعناها طايحة وحتى واحد متاع القانون ما يعملهاش وناس معناها تقول انت متعمد ولا مش متعمد معناها انت في مجلس اعلى القضاء تاخذ قرار مثل هذا وانت من اكبر الموجودين معناها من القضاء معناها تنجم تقول معناها في الكفاءة تلقى روحك انت في تاخذ قرار في حالة ويقاف عن العمل ثم سمحني يقولك معانش عندي قضاء لا قضاء هيداري ولا قضاء عدلي ولا مجلس لا عن القضاء خلينا هنا وانو نحكيه شوي على المستقبل عبستار المسعودي اليوم ما العمل السؤال الازلي في ظل الامر الواقع الامر الواقع رئيس الجمهورية حسم امره وقام بحل المجلس الاعلى للقضاء اللي هم التوانسة الان كيف يمكن اصلاح القضاء باي مقاربة باي اليات وكيف يمكن ان يستعيد التوانسة ثقتهم في القضاء لانو بعد شوي مش نعطي نتائج صنداج قمنا به عبر صفحتنا في الفيسبوك دي وانا فام هل يثق التونسيات والتونسيين في القضاء الحقيقة النتائج ما تفرحش برشة وما تصرش برشة بعد شوية التحق بنا ايضا الزميلة ابتسام شوي خفي فقرة الكلمة لكم نسمعوا صوتكم مسألتكم اراءكم تعليقاتكم على نقاشنا لهذا اليوم في برنامج هوني تونس المناظرة لكن قبل هذين نمشوا فاصل وراجعين كل هذا في داتافود كل خميس وشمعة مثل ثحت الخمسة مع كريم على دي وانا فام خواسنك دو كات كات دو تكنيك فيزيك تيكو تاك وتكتيك مغروم بالكورة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية إحصائية المناظرة مازالنا موصلين حتى للماضي ساعتين شكرا على كل تفاعلاتكم اللي تصلنا على صفحتنا في الفيسبوك أحديثنا مازال متواصل حول الأزمة الأكبر اليوم في تونس أزمة القضاء بين مساند ورافض لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء أيضا اختلاف في وجهة النظر في علاقة بسبول إسلاح المرفق القضائي في تونس ضيوفي عمر الوسلاتي القاضي والنشط في المجتمع المدني وعب السر المسعودي المحامي والنشط السياسي بعد شوية نعطيكم الكلمة للحديث في علاقة بالمستقبل بعد شوية نعطيكم نتائج صبر الأراري قمنا به على صفحة فيسبوك دي وانا فام والسؤال اللي اطرحناه هل لديكم ثقة في القضاء كيفاش جاوبوا تونسا كيفاش كانت النتائج تكتشفوا التفاصيل بعد قليل لكن قبل هذية ترجعنا من جديد زميلة ابتسام شويخة في فقرة الكلمة لكم في فقرة الكلمة لكم كالعادة ناخذ نبذة وخلاصة لأهم الردود الفعل وتفاعلات المستمعات والمستمعين المشاهدات والمشاهدين لبرنامج هنا تونس المناظرة في موضوع كان حارقا ولكن الأكيد كان مستوى النقاش راقي وبنى اليوم ابتسام مرحبا مجديد مرحب بك محمد مجديد طبعا مرحبين بجديد بكل متابعي ومستمعي ذات ديوانة وطبعا بذيوفك الكرام في البداية محمد نبدأ بالتعليقات وحيد دلعوني قال الرئيس صادق في نواياه لكن الأسليب تظهر خاطئة لسبب بسيط أنه نعتقد أنه سياسة أجدى لكن للأسف مع مرحلة الفساد اللي وصلنا لها لا يمكن إلا هذا الأسلوب وهو يشمل كل القطاعات محمد دمتاش يقول المشكل أنه الكل يدعي أنه يمتلك الحقيقة سيميا إدريس تقول بالله وزارة الداخلية وزارة التعليم وزارة ثقافة فيهم فساد عليش محلهمش لكن مشكلته منذ البداية مع القضاء مشروع واضح الاستحواذ على كل الصلاط وكل المغالطات هي لتغطية عين الشمس بالغربال وحظروا رواحكم من السيطرة على الأعلام وحل الأحزاب والجمعيات والنقبات ونختم التعليقات بتعليق بوثينا النحال اللي قالت اللي ما عندوش ضمير وقابل للفساد رهو بش يفسد في كل العهود واللي كان يرتشي من النهضة بشي واللي يرتشي من دوائر قيس إسعيد إذن محمد كانت هذه التعليقات بالنسبة للأسئلة الموجهة لضيوفك الكرام نبدأ بسي عمر الوسليتي السؤال لوليني من الشراق تقول لك اليوم الإشكاليات واضحة وانتي كنت ترحى شنو اليوم البديل اللي تطرحوه لإصلاح المرفق القضائي وانتي تحكي على نقاش حقيقي نجميكم بين فاعلين اليوم في هيكل اللي يفرقهم ربما أكثر من لي يجمعهم السؤال ثاني من أحمد يقول لك عليه تنتقدوا في الإجراءات هذه بشكل استباقي هاتوا نشوفوا التركيبة جديدة بتاع المجلس الأعلى المؤقت هاتوا نشوفوا المرسوم وبعد نحكي وإسكن القرارات هذه عندها جدوى وإلا لا الأسئلة الموجهة سي عبد سطار المسعودي سؤال ليني من أسامي يقول لك سي عبد سطار أنت قلت أن المجلس الأعلى للقضاء لو أنه أزرق وهو تابع لي حركة النهضة ما تراش أنه اختيار رئيس الجمهورية لتركيبة المجلس الأعلى المؤقت ووضع نصوص المرسوم جديد نجمي يرجعنا النفس المربع والليو نحكي وعلى مجلس أعلى القضاء تابع لي رئيس الجمهورية السؤال الثاني من أمل إذا أتيحت رئيس الجمهورية فرصة حل المجلس الأعلى القضاء فإنه الدور الجايبش يكون أكيد للأحزاب والأعلام والجمعيات وغيره شنو رايك سي عبد سطار يلا نبدأ معك سي عبد سطار مسعودي الأستاذ المحافي خليني نقول هنا طوه هذه معناه الأسئلة معقولة ومن حق معناه المستمع بشي يطرحها لكن أنا ضد الحق المعادلة السفرية معناه إذا كانت تقول أنت نجيبش نحل الموضوع من مشكلة معينة في ميدان معين تقول لي البقية كيف كيف بشتيح معناه عناش متمش الديوانة متمش الأمن متمش الوزارات معناها أنا عندي مشكلة أكبر لأنه بدون عدلة وخليني منرجعش لبنو خلدون بتاعه في خصوص ظلم مؤذنون بخراب العمرة ظلم مش ظلم الأشخاص ظلم الدولة بالنسبة للأشخاص الدولة اللي متمثلة في معناه الجسم القضائي لا بوج دلال واه هو خليفة الله في الأرض يا حبيبي ما عندكش سيفة أكثر من هذه سيفة إلي معناه نقولك أنت خليفتي يا قاذي بش تقذي بين الناس وربي نهاريخ لحاس من الناس كل بش تقول لي معناه بيهم الأخرين إيه إذا كان عالم ونا بدأوا بالقل اللي هو معناه عنده عنده أقوى رافعة بقية الإسلحات وهو الرافعة بقية الإسلحات لأنه كيف يمجي القضاء معناه هذا موجود عنه في عدالته وفي في إنجازته أراه نشوف أنا عشت في حالات في قضايا ما أنزلناه بيمون سلطان لو أنه القضاء كان ناجز وكان طرحت قدامه رو حتى كان حزب سياسي من هذن كان يستقوى بالخارج وأنه يستشرى وأنه يدخل الفلوس وغير ذلك مشينا في قضية أنا واحد ما خلينا نقول بعجلة السعجلية في إيقاف في مام ذا والرئيس يعني البيجي قيد سبسي هو رئيس الدولة في نداية تونس في المستير مشينا له في قضية السعجلية لإيقاف هذا المؤتمر وجبنا له ما يفيد أنه فما خروقات عديدة لا تحصى وقعدنا استمعنا الرئيس نتعى الدير تقريب من ما حداش تضربنا حتى الثلاثة نتعى طالع عشية وإحنا نرافعوا وجبنا له من حتى من خارج من من خارج الواحد في الفقه قضاء وكلنا نعتقد أنه معناها يقضي بإيقاف أشغال هذا المؤتمر الخروقات العديدة ولده ولد البيجي وقت قال أنا ربكم الأعلى حتعد ما قدامي قلوا ليه فما قانون وغاو بش نمشي القضاء والقضاء سينصف أنه القضاء بش يضع حد لتجاوز تحسار تحكم بيرفض المطلب ومعناها فما حاجات أخرى ربما ما هيش بتاع علام أما تحكم بيرفض المطلب ومبعد قلت في بيني وبنفسي قلت شفت جيت فرصة تاريخية قلت لوين أروا ذكرت وقلت لفما قاضي سابق يعفو قاضي كانت الإدارة والملك ولوحد كل ما يخذوش القضاء قلوا أنا ناخد القرار نحب علي نسكر لك القاوة سكر لك الرستوران ولوحد تمشي المحكم قل إباك القاضي هذك اسمه لتو هني تو نذكر وبعد 35 سنة من برحة الواحد وهو تذكر وسي عمر وصير القاضي هذك على أساس تبناء معناها المحكمة الإدارية الفرنسوية كذلك سترى تطبع رأك أنت تخلق نورم ذيك بالفقه القضائق يسميه فيه أنا كي جيت ظل مقول الحزبة وعنده شكون وراع رئيس دولة وابن وعائلته وغير ذلك انصفنا لأنه هذا يفكك معناها هذه المنظومة تال الحزاب يقول كبير المطلب تشوف اللي صار يخرج معناها في الهيئة تال الدفاع الدفاع فلوس داخلة خارجة وسيد ماشي جاي هنا نيابة وين نيابة يودي هذا مكرم بتاحت عقل ما يمكن اتخاذ قرار انه يمنعه من السفر ناس هذوم خليني مان الغنوش ونجمع نعم 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 وكيل الجمهوري من صلاح ويت ومعناها مؤقتا قرار بمنعه يمنع ساعة وبعد ياخذ اتخاذ القرار في حالته يعامل يعاهد قاضي تحقيق وغيره هما انت تتفرج والقضايا والمآس تشوف الموقف هذا روين المعادلة السفرية تقول عليش لاخرين وعليش لاخرين قولك لا انا بالنسبة لانا صلاح لانا المرفق القضاء نحبه قضاء نظيف عادل مستقل ياخوة ما حشيش بدل مقارونة وكان موجودة في المعادلة انا نقبلها نقعد نستنىها مسالش ما يظلم ليش غيري برك سي عمر في عولاتك مع الاسيل هو الحقيقة فما سؤالي يتحدث على أنه خستن البديل شو تقترحه ما العمل شوف احنا توقيت هس لفما اتفاق احنا متفقين على تشخيص الوضع وانا اعتقد وانا يعني صوتي معناه عالي جدا أنه لا يمكن اصلاح الدولة دون اصلاح القضاء يعني القضاء هو البيغونجولاغ لكل اصلاح إذا عندي أنا القضاء مريض بقية المنظومات مريضة لماذا؟ لأن المسائلة إفليت من العقاف في مختلف الهيئات ولا المنظمات ولا الوزارات ولا الشرطة ولا الأمن طالما القضاء ضعيف طالما أنه منظومة منحاز مش ضعيف ضعيف لا سيادك موجود مك قوي منحاز لأنه كي يقول وبرك مشي ريشي ناذا كي كنت في الجدل أو ققع القضاء قد دلو قضاء بقيري شوف توقي معاش يقولك برمشي القضاء شوف توقفيش تحلت معاش يقولك برم القضاء فما نقطة يمكن خط اللي هو خط فاصل أنت تحكي في السياسة أو يحكي في شأن قضاء القضاء مخرومة منظومة مخرومة من الداخل ووقتها تسمح بالتدخل السياسي في الهيكلة هي مخروم يعني أنت حاجة مسايبة تسمح بالتدخل السياسي وتسمح بتدخل الفساد وإلى غير ذلك يعني اليوم أنه إصلاح المنظومة القضائية أولوية لبناء الديمقراطية يعني إذا كنا نحب ونبنيه نظام ديمقراطي ونبنيه شفافية ونبنيه انتخابات لا مناسة من أصلاح المنظومة القضائية كيف؟ مصار الأصلاح هو مصار يمتد على ثلاثة أربع سنوات واللي هو مصار يبدأ مصار أول شيء للتفق على أي قضاء نريد وحنا عرفوه رو لكن هذا يكتب شنو القاعدة كيفاش نحبوه السينيوخ نحبو الوظائف نحبو إسناد الوظائف نحبو التكوين يعني ثم مسائل أساسية في المسائلة في المسائلة أي بها سوريز نتكون ثم أنظمة مسائلة تكون ناجعة ليش نحن نتاوي اليوم فماش أنظمة مسائلة أنت اليوم كيفاش أنت ستة أفناش المتفقد بل لي سمحني يا عزيزي التفقد دي قديش فيها من موظف أفناش المتفقد اليوم عندك ألفين قادي نجم تقول أنت متفقد عام يمشي للقسرين ويتفقد الكيف ويتفقد بيجة ويتفقد جندوبة ويتفقد بن زرت قد يدخل القادي تقع عنده 700 ملف نجم المتفقد يحل 700 ملف ويشوف أنهو اللي وخر فيه وأنهو اللي تباطأ فيه وأنهو اللي يخدموش وأنهو اللي يدخلوا فيه يعني عملي اليوم بالليس طبق لاش فراسة سمحني هذيك فيش قصوها في 2008 في النزاع هذي والقضاة المبين المحامين والشد واك قلوحة طيب تحبو تخرج تفقد دي والي عند موجودة عند المجلس العقل القضاء تفضل مرحبا سياسا اي اما ثم حاجة لا منصة منها كما قلت هاي اخوة طل المتقاضي يحق له التشكي المجلس العقل القضاء مباشرة اي نمشي نشكي حتى تويشكيه لا لمشي لوزارة والوزارة تغطي ايه موضوع سياسو لا لا فرح انا كي يضلبني قاضي نشكي عندك انتي كقاضي جلس جلس قاضي جلس نرفع القضية هو واضح حل سيا عمر اي نحب نختم بالنقطة هذه لانه تقريبا دقيقة ما زالت لانه فعلا النتائج كانت كارثية في تقديري اعملنا صنداج في صفحة فيسبوك اولا انا اعطيتك النتيجة هل لديكم ثقة في القضاء اربع وسبعين فاصل اربعة بالمئة من اللي يجاوبوا يقولوا لا وخمس وعشين فاصل ستة يقولوا نعم يعني تقريبا اه ثلاثة اربع اه يقول لك ما حدث هو القضاء العادل لكل سنكمة بورسان الناس عندها ثقة فيه لانه الخمسين بالمئة تحكم ضده ام يعني غالبا اي اي كيف نحكيه لانه في الخصوم القضائية ثم خاسروا ربح ثم خاسروا ربح الخاسر ما يكون ما عندهش ثقة في القضاء صحيح يعني احنا كنحب نحسبو الثقة في القضاء على خمسين بالمئة صحيح يعني اليوم بشيء من الهدوء انا دعوتي اليوم واضحة وانا اليوم واليسر اليوم دليل على انه نعم المختلفين يقعدوا ويتفق رؤية مشتركة لاصلاح المنظومة هذه ضرورة اذا كنحب يكون عنا جمهورية ديمقراطية مدنية تعددي عمر الأستاذ القاضي عبستار المسعود الأستاذ المحامي شكرا لكم على الحضور شكر خاص على مستوى النقاش شراقي رغم الاختلاف في المقاربات في وجهة النظر في الخلفية في العادة المحامين والقضاء الديمة في صراع اليوم انتفات الخلافات هذه وكان فما شعار كبير اسمه احترام المطلق واذا كان عندي قاضي قدامي فاسد ما نجمش نناقش نناقش بطريقة اخرى حب نشكرك شكرا خاص عمر الأستاذ على حضورك تلبية الدعوة على ما تقوم به في بعرادة العزيزة والغالية في ولاية سريانة من نشاط مدني شكرا نبتسام شويخة في ختم هذا